كنت عايز أسأل حضرتك السؤال اللي بعد كده بيقول كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة أنا واحدة خمس سنين وتقدمت ليها ما حصلش نصيب وبعد كده هي تخطبت لحد وهتتجوز في أقل من سنة هي ما حبتوش وإنت مالك هي ما حبتوش أنا بحاول أنساها ربنا يعينك مش عارف ولا هي عارفة تنساني أنا تعلمت عشانها أنا والله دايما بدعي لها أن ربنا يرزقها بالشخص الصالح ربنا يفرح قلبها يا أخي أنت دلوقتي بتعمل إيه أنت بتقول تقدم لها وما حصلش نصيب وبعد كده هي تخطبت لحد وهتتجوز في أقل من سنة حضرتك مالكش دعم حضرتك مالكش دعم هي دلوقتي مخطوبة أرجوك بلاش الحكاية دي حكاية أن أنت تشغل واحدة هي عايزة تمشي في حياتها أنت لما تعمل كده أنت فكر كده أن أن سلطان الحب سلطان لا يقاوم لا يا سيدي أنت أصلا عندك بيئة مش مناسبة عشان أنت تتجوزها أهلها مش مفقين وإنت كمان في تعصرات وإنت بتقول دلوقتي أنها تتجوز أقل من سنة وهي لا بتحبه وهي مش عارفة تنساني وأنا مش عارفة أنساها ليه؟ أنا ليه بقى أكلمك ده لأنه اللي قدامي ده حالة من حالات الولع غير مبرر أنا دلوقتي بقدم استشارة أنا شايف أن أنت شرع أنت لما يقف الخطوبة دي والخطوبة دي ما تفسختش أنت ما تدخلش وما تفسدش الخطوبة دي ولا يخطب أحدكم على خطبتي أخي فأنت لابد أن أنت تتناح يا أخي سيبي الأمور تمشي فإذا فرسقت الخطوبة وعايزين أهلها رضيين وإنتوا مع بعض حصل التوافق أهلها سهل بس هو واضح أن في حاجة أساسية خلت الموضوع يبقى صعب فأنت ما تتغفلش ده ما تتغفلش أن الموضوع صعب لسبب تاني خالص غير سبب أن أنتوا لتنين ما حصلش النصيب أنت بتقوله ما حصلش النصيب بقى لك عدتوا خمس سنين بتحبوا بعضهم ما حصلش النصيب يعني ما حصلش النصيب أن أنتوا متوافقتوش هل ده تغير طب حتى ده لو تغير هي مخطوبة دي الوقت لما تتفكي خطبتها أنت تعال بقى قيم نفسك أنت فيك حاجة تغيرت ولا أنت حاسس بأن هي ملكك وحاسس أن أنت قلبك اتعلق بيها وخلاص كل الحاجات اللي أنا شفتها من الحياة اللي زي دي كتير لما بيتجوز ويشوف أن زوجته زيها زي بقية النساء بقية النساء يعني إيه هي ليها مطالب هو بقى اللي بيقول كده زيها زي بقية الستات يحس أن هو ده هي ده اللي أنا ضحيت علشانها هي ده اللي فطلت منستنيها هي ده ومفتكر أن هي إيه أن هي هتكون فقط هي موجودة عشان هو يسعد بس فلا ممكن لما هو بيروح يتجوز ما بيبقاش فكرة أنه أنت تسعد بس أن فيه كمان أسرة بتتكون وفيه مولود جديد مش اللي هو هتخلفوه لكن مولود جديد يسعد أسرة فأنا رأيي رأيي بسيطة خالص أنت تعالى واذهب واحي نفسك لتكون مقبل على الزواج وافهم الجواز بطريقة تانية خالص مش هيخلي الجواز عندك هو مسألة مشاعره بس الجواز ليس ليس بالمشاعر يكون الإنسان قادرا على الزواج فقط مش معنى كده المشاعر تهمة المشاعر بس يبتوقد حرارة القلوب لكن الزوجية بتحتاج إلى إدارة فلو أنت مش قادر تدير نفسك هيبقى عندك مشكلة جدا 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 بعد كده في حياتك الزوجية نفترض أن يزوجت زوجت اللي أنت بتحبها وده بيحصل كتير فما لقيتهاش بتديلك شعور الحب أن أنت تحبها وإيها تحبك هتضطر تعمل الكلام ده أتمع حد تاني فعشان كده بقولك دلوقتي أهل نفسك وحاول تدوي نفسك وحاول تلعالج نفسك وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليك وهيبارك لك وهيجعلك إن شاء الله في خير حال صدقني الوقت اللي أنت فيه ده لو بتسألني الناس صحتي لو سمحت روح وببساطة خالص ابتدي أهل نفسك عشان تكون زوج تستطيع أن أنت تقوم بمهام الزوجية إنما أنك تتعلق بالحبال الدايبة مش هو ده حال الناس المتزنين ولازم تبقى أنت قد مسألة الاتزان لأن الزواج بدون اتزان نوع من أنواع تدمير حياة الناس فتعالوا نتزن وتعالوا نكون مع الله سبحانه وتعالى أهو ده شكل من أشكال الإنهاك اللي أنا مش عايزه لإبني ليه طيب لأن من كتر من الحاجات اللي بتجيب لنا إنهاك إن أنا نرفع سقف توقعاتي وأفضل ماسك في سقف التوقعات ده أو أفضل أحلم بحاجة وهي في الحقيقة ربنا قسم لي بحاجة أحسن منها من يوم مرة خلونا خلينا ناخد بأسباب الاتزان وخلونا دايما نتعلم حياة جديدة زي ما تكلمنا إزاي نتخلص من الإنهاك خلونا كمان نشكر نعمة ربنا خلونا نعرف إن الحياة لسه فيها وسع وخلونا نجتمع إحنا وأولادنا ونقعد ونتكلم عن حاجات جديدة في حياتنا خلونا كمان نعمل حاجات مبهجة في حياتنا عشان نتخلص من الإنهاك أكيد الله سبحانه وتعالى هيكون مددنا وسندنا ويخرجنا من أي إنهاك لأن إيه الإنهاك ده اللي احنا ممكن يحصل لنا وإحنا بنقول لله إياك نعبد وإياك نستعين كلمة إياك والكاف في إياك تحسسك بأن أنت عبد آمن عبد في حفظ مولاك عبد ما ودعك ربك وما قاله الباقي معك ما ودعك أليس الله بكاف عبده يا رب أمنا بكفايتك وأمنا برعايتك ودخلنا في حمايتك فاللهم لا تحرمنا ولاياتك واجعلنا يا ربنا ممن يتاقنون بقربك ويرون مددك ويذوقون حلاوة نعمتك في كل وقت وحين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا من أهل اليقين بأنك يا مولانا تتولانا في كل وقت وحين وحين